سبع شروط للحصول على كرود حسن بدون فوائد من وزارة الأوقاف أهلا بكم أدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد تتيح وزارة الأوقاف منح كروط حسنة لجميع العاملين بالدولة دون الحصول على أي فوائد بموجب الكرد بشرط أن يتم تحويل رواتبهم على بنك مصر حيث توجد وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب الكرد تمنح الوزارة الكرد لجميع العاملين بحد أقصى 10,000 جنيه دون أي فوائد على أصل الكرد وبعد تحويل الرواتب على بنك مصر حيث توجد وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك يتم تحديد المبلغ الذي يصرف لصاحب الكرد تأتي الشروط كالأتي الشرط الأول أن يكون الشخص مر على تعيينه في جهة عمله 3 سنين الشرط الثاني أن يتم تحويل راتبه على بنك مصر لغير العاملين بوزارة الأوقاف الشرط الثالث الحصول على الكرد أثناء الخدمة رابعا إحضار مفردات المرتب وسورة الرقم القومي خامسا تسدد قيمة الكرد بدون فوائد على خمس سنين سادسا خصم ربع الراتب شهريا لسداد الكرد سابعا منح الكرد دوري دون أي فائدة إذ أعجبك الفيديو عزيز المتابعة يمكنك الآن الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد